أفرق قطاع مصلحة السجون عن ألف وأربعة سجينا بعفو رئاسي استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لعام 2018 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء ووصل القطاع عقد الليجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد أو لتجديد عفوا لتحديد مستحق الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حيث أنهت أعمال الليجان إلى انطباق القرار على 658 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو وبشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحق الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 346 نزيلا إفراجا شرطيا